طيب الأخبار الحلوة كتير بصراحة وهنتكلم عن الحوار الوطني شويتين بالمناسبة وتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني من 19 شخصية الحقيقة فعلا تنوح حقيقي بس جيله لكن خلوني هبدأ معاكم أنا بقول لكم النهاردة وأنا بتكلم حتى مع زميلي ياسر وريهام على أن اليوم مليان أخبار جيدة وتنبئ بالخير وفيها تفاقل على كل الأصعيدة ما بين الصعيد السياسي والاقتصادي وهلوم مجر تجد أنه النهاردة استقبل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الشيخ عبدالله بن زايد النهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة اللقاء يا سادة يا كرام تناول سبل تعزيز العلاقات السنائية على مختلف الأصعيدة خصوصاً أنا كنت أقول لك بقى نحن عندنا على كل حاج سياسة واقتصاد وما إلى ذلك واخد بالك القاهرة خلال عشر أيام اللي فاتوا مليئة بالأحداث ومليئة بالحضور الكرام من أشقائنا ومن ضيوفنا الأعزاء وضيوفنا الأفاضل وما إلى ذلك فترجع القاهرة تاني مش نقطة من أول السطر لمركزها الطبيعي في الصدارة قمة العالم العربي وقبلة المحبين إن أردت إنك تسميها كده طيب التعاون اللي بيحصل ما بين مصر والإمارات على سبيل ما أو في إطار خاص بما إني بتكلم على زيارة الشيخ عبدالله بن زايد عندنا الصعيد الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الإماراتية في عدة مجالات في مصر خصوصاً قطاعات الطاقة والنقل والمواني والسياحة كمان تم استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية بطبيعة الأحوال والأضايا ذات الاهتمام المشترك يا سيدي الكريم إحنا مقبلين على القمة الخليجية العربية الأمريكية عندنا قمة مجلس التعاون الخليجي هتبقى في جدة بإذن الله سبحانه وتعالى تستضيفها المملكة العربية السعودية حلو اتنين هتحضر معاهم مين؟ هتحضر معاهم مصر والأردن والعراق وبعدين هيجي مين معنا؟ هيجي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن فبطبيعة الأحوال اجتماعات الرئيس مع الأشقاء العرب لن تخلوا أبداً من مباحثات وتناول ومناقشات حول القضايا الإقليمية والدولية وبيأكد فخامة الرئيس على أهمية وحيوية الدور اللي بتقوم بدولة الإمارات وقيادتها في مواجهة التحديات اللي بتواجه الأمة العربية والحقيقة أنه ثمن وزير الخارجية الإماراتي دور مصر المحوري في المنطقة باعتبرها الركيزة الأساسية لأمن واستقرار الوطن العربي ككل وأشاد بحرص مصر على تعزيز التضامن ما بين الدول العربية والدفع قدماً بالعمل العربي المشترك ما يحدث في مصر يا جماعة على مدار الأسابيع الماضية وبالمناسبة هو على مدار الشهور الماضية وخصوصاً لما حصل مستجد كبير في العالم اسمه الحرب الروسية الأوكرانية أقدر أقولك أنه في فعلاً ما تستطيع أن تطلق عليه نصاً نصاً وبمنتهى الدقة كما ذكرها الرئيس العمل العربي المشترك التضامن العربي المشترك العرب النهاردة بيعملوا مجموعة من مش هقولك الاتحادات ولكن مجموعة من التفاهمات ومجموعة من الاتفاقات ومجموعة من الدوائر يحيط ببعضها البعض وتتداخل الدوائر دي مع بعضها علشان يتحولوا لقوة مش عايزة سميها شديدة البأس ولكن شديدة التأثير سواء إذا كان على الصعيد السياسي أو الصعيد الاقتصادي على المستوى الدولي